بدأت القوات العراقية المشتركة يوم السبت الماضي عملية جديدة لتحرير ما تبقى من الأحياء غير المحررة في ساحل الأيمان لمدينة الموصل حيث اقتحمت قوات الجيش حي الشفاء والمستشفى الجمهوري وقتحمت قوات الشرطة الاتحادية حي الزنجلي في حين اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب حي الصحة الأولى قال العميد يحي رسول الناطق باسم العمليات المشتركة ان قطعات الجيش العراقي باشرت باقتحام حي الشفاء ومستشفى الجمهوري وقوات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الزنجلي بينما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب حي الصحة الأولى وانهم فتحوا هذه الجبهة الكبيرة وشتتوا جهد العدو وحققوا انتصارات كبيرة على حد وصفه واضاف رسول انه عندما تتمكن القطعات العسكرية من تحرير هذه الاحياء الثلاثة وصولا الى الجسر القديم ستبقى ما تبقى من عناصر التنظيم الإرهابي داخل منطقة الموسر القديمة بعد ان نحررها ستكون قطعاتنا بتماس مع العدو في منطقة الموسر القديمة او ما تبقى من منطقة الموسر القديمة ويتم محاصرة العدو من جميع الجهات سواء من الشمال او الجنوب او الشرق او الغرض وستكون هناك مثل ما اشرت لدينا تكتيك واسلوب سنتبع في قتال منطقة الموسر القديمة كونها منطقة مثل ما اشرت قديمة ومتلاسقة مكترضة بالسكان لهذا لدينا اسلوب سنتخذ ان شاء الله وفكرة عمليات ستطبق بعملية تحرير ما تبقى من احياء او مناطق الموسر القديمة اوضح العميد يحي رسول انهم امام معركة ليست بالسهلة في منطقة الموسر القديمة بالمقاييس العسكرية التقييدية وذلك في ظل ضيق الشوارع واكتظاظ الازق بالامنية القديمة والمتهلكة مع كثافة سكانية عالية وهي لا تصلح لاستخدام الاليات والعجلات المذرعة والقصف الجوي وانما تصلح فقط لتقدم القطعات الراجلة وخوض حرب شوارع هنا نعتبد على شيئين بهذه العملية الشيء الاول هو الجهد الاستخباراتي البعلومات الاستخباراتية حيث لدينا مصادر ولدينا طائرات مسيرة مراقبة وتحديث المعلومة الاستخباراتية لاخر لحظة والجهد الاخر هو طيران الاسناد القريب وايضا لديها اسلحة ذات نسبة تدمير ضئيلة جدا بحيث نستطيع ان نستهدف عناصر التنظيم الارهابي دون ايقاع اي نسبة خسار بصفوف المواطنين يذكر ان تنظيم الدولة المتطرف دمر الجسور القائمة على نهر دجلة بهدف قطع الترابط بين جانبيه الايمن والايسر لكن مديرية الهندسة العسكرية العراقية تمكنت مؤخرا من نصب جسر جديد خلال وقت قياسي لا يتجاوز ساعات قليلة وكشف العميد يحي رسول عن ان الجسر سيستخدم في عملية نقل النازحين وتسهيل حركة المواطنين بين الساحلين الشرقي والغربي للمدينة هذا الجسر يستخدم لتنقل القطاعات العسكرية وادام الزخم المعركة والدعم اللوجستي للقطاعات وايضا يستخدم لعملية نقل المواطنين النازحين باتجاه من الساحل الايمن باتجاه الساحل الايسر وان شاء الله بعد عملية التحرير وطرد عناصر التنظيم الارهابي سيكون هذا الجسر ايضا يسم بعملية تنقل المواطنين ما بين ضفتين نهر دجلس وفي الساحل الشرقي او الساحل الغربي بمدينة الموصل